جريمة جديدة ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أطفال مدينة تعز وسط سريان الهدنة الأممية صوبت الميليشيا قدائفها على الأطفال وهم يلعبون في حي الروضة ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 13 آخرين في وقت يتواجد فيه وفد من مكتب المبعوث الأممي داخل المدينة يبرهن الحوثيون عن نواياهم تجاه تعز المحاصرة فمن التنصل عن بنود الهدنة المرتبطة بفتح طرقات المدينة وصولا إلى قصفهم الذي لم يتوقف حتى في ظل سريان الهدنة المزعومة كل ما تقوم به الميليشيا لا تلتفت إليه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن الذي يبحث عن إنجاز ولو كان وهميا وكل ما يقدر عليه هو منح الحوثيين المزيد من الفرص والمكاسب الحكومة إلى الآن لا تزال تحاول إقناع العالم بأن ميليشيا الحوثي ترفض كل مساعي السلام لتمديد الهدنة في حين أن ذلك واضح للمجتمع الدولي المتخاذل من أول يوم للهدنة تسفك دماء المدنيين على مرأة ومسمع والحكومة تناشد المجتمع الدولي وتدين ما يحدث تارة وتارة أخرى تحذر مما غبت استمرار تعامل الأمم المتحدة وهيئاتها مع الحوثيين بمزيد من التساهل يدرك اليمنيون أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن كل ما يحدث لهم فالميليشيا التي تواصل التنكيل بأبناء قرية خبزة بالبيضاء تقتل أطفال مدينة تعز بدم بارد ترجمة نانسي قنقر